سرعة الأعمال التجارية وحركة أسواق المال ستزداد ثلاثة أضعاف مع دخول خدمة الفورجي قطاع الاتصالات هذا ما يقوله خبراء تحدثت معهم يو تيفي لاكتشاف تأثير هذه الخدمة في العراق التأثير الإيجابي كما يقول رجال الأعمال سيشمل جودة وديقة الخدمات التجارية المقدمة عن طريق الانترنت وبالنسبة للعائدات يمكن أن ترتفع عندما يقدم أصحاب الأعمال خدمات مرضية للزبائن تستقطب مزيدا منهم خبراء في الاقتصاد يتوقعون توفير عائدات للدولة من جراء إطلاق خدمة الفورجي تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا منها ملياران يأتيان من بيع حزم الأنترنت من وزارة الاتصالات إلى شركات الهاتف المحمول فضلا عن تكاليف إنفاذ السعاد ونسبة الإيرادات التي تمنح لهيئة الإعلام والاتصالات أما المليارات الثلاثة المتبقية فتحققها التعاملات التجارية في الأسواق حيث من المتوقع ارتفاع الإقبال على الاشتراك في الخدمة وبالتالي ارتفاع المردودات وزيادة الوظائف المطلوبة في هذا القطع لتلبية الطلبات المتزايدة من المستخدمين الخدمة ستغير أيضا من نظام العمل الحكومي حيث ستغير الآليات التي يعمل بها حاليا إلى أنظمة أكثر سرعة ودقة لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل لإنجازه نظرا لحاجة القطاع العام للتغييرات الجذرية لتحديث إدارة الأعمال لكن التوقعات تشير إلى أن الفورجي يمكنه تحفيز الشراكات بين الحكومة والسوق عبر جسر الأنترنت السريع وسيؤدي لاحقا إلى جودة أعلى في مستوى الأعمال ترجمة نانسي قنقر